بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية الإخوة والأخوات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصيحة جيدة وإن شاء الله نحاولوا أننا نتكلموا على فيروس كورونا وكورونا فيروس هذا الفيديو الرابع إن شاء الله ونتمنوا أننا في هذا الفيديو نوصلوا بعض المعلومات فين وصل الفيروس واش غصنا نخافوه من الوباء ولا لا أول حاجة لحد الساعة الاستاتيستيك إحصائية دابا تقريبا وصلوا الحالات لمصابين 110 ألف عبر العالم يعني اللي شدوا في هاد اليومين هادو تقريبا 10 ألف حالة زات كانت في الأول منحاصرة يعني الأعداد لمصابين في الصين اليوم اللي نتلاحظه عبر العالم يعني كتر تقريبا بوصلنا النص ديال تول عبر العالم اللي مصابين يعني فتنا تقريبا 97 دولار اللي فيها فيروس كورونا ما عرفتش أنا علاش منظمة الصحة العالمية ما أعلنتش على الوباء العالية أو أنها تتكون في مجموعة ديالتوال كثيرة وهذا العدد المرضات يكون كثير دونك ما فهمتش أنا علاش ما ديكلا راوشين بونديمي تلقاوا مجموعة ديالتوال اللي كان عندهم العادات قليل يعني في تقريبا 15 اليوم دولار 14 اليوم يعني طلعوا بنوا أعداد أو حالات كثيرة مثلا إيطاليا دولارت تحت المرتبة الثانية من عدد المصابين لأنها فت 7000 حالة أكثر من 344 حالة وفات في إيطاليا إيران دابت تقريبا في المرتبة الرابعة تقريبا 7000 حالة كوريا الجنوبية أكثر من 7000 حالة فرنسا دابت تقريبا فت 1000 حالة ألمانيا فت 1000 حالة إسبانيا مثلا فت تقريبا 600 حالة وولئة المتحدة الأمريكية تقريبا 500 حالة دونك تنشوفوا كيفاش كانوا رتيفة في عدد الحالات وعدد المصابين علاش الحالات اكثروا ربما أن منظمة الصحة العالمية يعني بالذات عليهم أنهم يديروا التاست في الأول ما يبغوش يديروا التاست يديروا التاست فقط على الحالات اللي وصل بهم السامبتوم أو الأعراض الجانبية دي الفيروس يعني وصلوا لضيق التنفس أو درجات حرارة مرتفعة بزاف هكا كاك على هما يديروا لهم ليلة تاست أما دابا فاش يغزيجوا على هما يديروا ليلة تاست مثلا كوريا الجانوبية تدير كثير من 10.000 تاست في اليوم إيطاليا تاهية راه غادة تقريبا في 1-3 تاست في النهار فرنسا تاهية لأنه كانت فرنسا ما كديرش ليلة تاست تدير فقط الحالات اللي عندها شك فيهم دابا إغزيجوا تعلم أنه ما كبش لو تيبانوا بزاف الحالات دابا إغزيجوا على هما يديروا ليلة تاست ديال المعراض تلقاوه دروري ما غادي لقاوه ولكن مادم ما درناش ليلة تاست أن الفيروس لا يمكنه شيعيش في واحد البلاسة خصوه فين يتكاثر فين تيتكاثر هيا فالشي أنجيك تلايغين ديالو أو الحمد نووي ديالو في الخالية وتيبقى عايش تمك تيقصي مع راسه من بعد تيكترو وتيطرطق الخالية تيقولوا عندنا الآلاف بزاف الخالية تيقولوا عندنا الملايين دياللي فيروس في لوكوغ ديالنا هنا فشة تصعب الحالة يشكال دابا اللي واقع أنه هم محددين لفاس دانكيوباسيون في يومين حتى الربعة عشر اليوم هنا في الحلقة اللي فات قلنا لهم باللي راكينين لفاس دانكيوباسيون تقدرتو سربعة وعشرين وحتى سبعة وعشرين يوم يعني في بيكا فلاشين القاو جوخوا واحد الحالة ولا جوج ووصلوا السبعة وعشرين يوم عاد بنو فيهم الأعراض وبالتالي لابقى لك لابقى لفيروس في لوكوغ واحد المدة كبيرة تيكون تأثير كبير وما بين سورتي يقولك بالنسبة المجموعة للناس يعني جاءهم الفيروس وتشافة بدون أعراض بدون والوية احنا ما خايفينش على الناس مثلا الشباب والناس اللي بصحة جيدة احنا خايفين على الناس اللي كبار في السن وعلى الناس اللي عندهم أمراض مزمينة كان عندي واحد شك مثلا 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 المسألة دير أن الوقاية خير من العلاج هذه المسألة بشغالين جميع الدول وهي تغيير في العادات مزيلا احنا رأتن اي حاجة مزيلا تربع لها يعني هتتكون خير العباد وخير لحة الأولاد دينا لأننا عندهم وزولهم حاجة زوينة داب التساؤل اللي كي تطرح هو أنه وصلنا لدابة مئة وعشرة لاف حالة مجموعة دي الدول دابة مثلا في أوروبا يعني عندهم لوتو طالع بزاف لوتو دولي طاليتي يعني في العالم رأ طالع فيت ثلاثة فاصيلة خمسة في المياه دولي طاليتي وتنحسبو عدد الوفيات بهذا المرض اللي هو كورونا فيروس على حالات دي الناس اللي مصابين بهذا المرض اللي لقيناهم بالتس هذا هو اللوتو دولي طاليتي بعيد على اللوتو دولي طاليتي هاد اللوتو دولي طاليتي مثلا لاخديناه مقارنة مع مثلا لاغريب لاغريب سيزونيار يعني الزوكام الموسمي اللي كي يجي تيقولك تقريبا عندهم ثلاثمية ألف حالات أربعمية وخمسين حالات وفاة في العالم في العام في العالم ولكن فش يحسبوه تيقولك يعني في العالم يعني تيوصلو لديميلياغ اللي تتصابو بالزوكام الموسمي ذوك فش يحسبوه ما واصلش لان بورسان هادا فش يحسبوه القالو طو دولي طاليتي في ثلاثة فاصيلة خمسة في المياه ما واصلش للصارس ولاني الصارس ما دارش بزاف يعني كانت عنا تقريبا واحد سبعة لاف حالة احنا دابرة مية وعشرة لاف حالة الاشكال الثاني دابا اللي تنتكلمو تنتكلمو عليه أبار لطو دولي طاليتي وما كي ياخدوه شو ما بعين الاعتبار هو هاد لتست احنا دابا البريزيدون دي الله ويمنز دي المنطمة الصحة العالمية يعني عاتب جمعة دي التوال قال لهم ما تدلوش لتست بزاف او ما تيقولك بون احنا قاعد لنا لتست وهاد اكسيد مازال ان فاس دانكيباسيون يعني فيه فيه الفيروس والاني هو انسطات دانكيباسيون دوك ما هاد يشيبان يعني نخصو يامبليفيوه وما فتفلو تست شوية صعيبة دوك سيقولك حتى نشوفو بعض يعني لسامبطنبان وعلي ديك ساعات نحاولوه ولا نشوفو مثلا اللي تسمو اللي الكلاستر يعني واحد التجمعات لقاو فيهم بزاف حاعد نشوفو هدوك اللي يعني كانوا مع هدوك تجمعات وهادي شي شوية يعني صعيبة لانا غادي طاحوا في المشكي اللي طاحت فيه ايطاليا اللي ماخدتش تدابير صحيحة في الولدبان وصلو سبعنا في حال المسألة التانية اللي بغيت نتكلم عليها هي هاد هاد الفيروس هاد مقارنة مع المقريب سيزوني اللي فات 350 والا 400 الف حالة دي الوفايات ولا مثلا بلاغوجول اللي جات في دوميل دي زويت واللي خلفت 140 الف حالة في العالم دي الوفايات وصيرتوا في الأطفال الصغار ما نادش هاد الهايلال هاد ما نادش ما نادوش ناس وقفوا التظاهرات طيارات بعض دول وقفوا قاع الرحالات بعض دول ستوا قاع الحدود بعض دول يعني قد يدوزو السطاد تخوى يعني المدارس يتسدو اللي بيسيني تسدو اللي طيار تخسيني ميتسدو تضاء الاجتماعات يعني اللي كيف وقوا مثلا غير مية واحدة ما يكونوش دونك باش يوصلوا حتى لهاد الوسطاد هادا وهاد المسالة هادي شي شوية تدخلك شوية ديال الريب اخوة هنا بعض تطنيت ما لكن تدخلك شوية ديال تساؤلات من بي الحواج عوثاني اللي تدخل لنا تساؤلات علش بعض الدول اللي فيهم بزاف ديال ليكا بدوو تيغسلو الشوارع تيغسلو الشوارع تيديرو الفروج يعني ما سيعيش هو بزاف لا نسباس ما عرفش ماذا تساؤل مسال اخرى مثلا الميوتاسيون ديال الفيروس لانه كان هو فلاصوش اللولى تيقول لك كوفيد 19 بتيب ال داباولة واحد لاصوش جديدة اللي هي كالاس داباولة ال ال وال ال ال هي اللي تيقولك شوية صعبة لانه تدوز بزاف كونتاجيوز دونك هنا كيد خلق واحد لمسالة واش خصنا تدابير زيدة شي شوية على هدي دابا اللي متخدين على الناس والله غادي نخليوها خليوا حتى نشوفو فين غادي توصل ماذا هو السؤال اللي دابا تنتساءل انا يا معراسي واش انه خصنا نديرو تدابير حاسمة ونكترهم اللي تاست ربما لو انه كينين بعض الحالات اللي وخمواصلين نشل ذاك المساوى اللي تي استدعين اننا نديرو الملي تاست مثلا ضيق في التنفس مثلا يعني زوكام حاد مثلا السخانة طلعة بزاف مثلا يعني في ايطاليا ولا في فرنسا تيقول لك حتى لو انه كانت درجة الحرارة يعني 37 درجة فصيلة 4 يعني ما طالعاش نورمال ولكن مثلا فيك واحد لا توساش يعني كحبة كحبة يعني ما فيهاش دوكليميكيوس معامر عاش خاوية حاول انك تعلم نشوفو ولا بقى وكارونتين حسن نشوفوهاش غادي تتفلوب بالك شي حاجة ولا لا دوك همات يقولك الوقاية خير من العلاج الوقاية خير من العلاج يعني نحاول انانين بعض العادات اللي انا مولفهم نحيدهم عادات جديدة نحاول نديرهم ما تشترا ما تضحكش قلبوها كل شي ضحكو تكركير لا نحن رأى فاتا ورحمة بالعباد نحن رأى تنشوفو الناس اللي وصلين واحد السن معيان الناس اللي فيهم امراض مزمينة هادو كل اللي نحن رأى ان يبخي اوكيب بيهم نحن عارفين الناس اللي قل من خمسين سانة الله كبار قريب قليل فيهم تي ما عندهم جدي كومبليكاسيون الناس اللي في سن واحد السن عندهم جدي كومبليكاسيون صعب وكهذا هو التساؤلات ونتمنى انه يكون لقاش جديد وإلى اللقاء ان شاء الله في فيديو قديم وشكرا وتحياتي شكرا